السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من قناة عصفين جنة اطفال نقدم لكم قصة جزيرة السلام للأطفال حبابي الحلمين يا رفضان مبسطين والبابا مانا ولي ورجعنا النهاردة بحدوتة جميلة مسلمة وفيدة الحدوثة بعنوان جزيرة السلام كان يا مكان في يوم من زمان كان يوجد ملك ان يوجد بلد له ملك الملك له ابن اسمه الأمير آن تيام الملك كان يريد ان يوسع ملكته ويحير البرياد المجاورة الملك طلب من الأمير آن تيام ان يصبح قاعدة للجيش الأمير آن لا يحب الحرب ولا يحب منظر القتلى والجرح والدماء الأمير آن قال انا لا احب احارب الا دفاعا عن بلدي انا لا احارب الاخرين من غير سبب الملك غضب على الأمير آن الملك قال ما دام آن بيريد ان ينفذ أوامري فاجب ان يترك البلد الجنود اخذوا الامير آن وزوجته وضعهما في سفينة وذهبوا بهم الى جزيرة بعيدة ليس فيها انسان ولا حيوان ماذا سفعلان آن وزوجته في هذه الجزيرة البعيدة آن سم هذه الجزيرة جزيرة السلام وقال لزوجته ليس امامنا الا ان نعمل ونشتغل والله الذي خلقنا لن ينسان ابدا آن وزوجته صنع محرافا وقعد يحرثان الأرض زوجة آن قالت له ولكن ماذا نعمل وليس عندنا شيء نزرعه آن قال ان الله لا ينسى احد من الناس وفي هذا الوقت كان هناك طائر نتيل فوقهما في السماء طائر نزل وفي منقاره حبة صغيرة وضعها في الأرض التي حرفها آن وزوجته وبعد قليل نزل مطر فسق الأرض ومرت الأيام وظهر مكان الحبة زرع أخضر جميل ثم ظهرت في هذا الزرع أخضر سنار خضراء كبيرة مستديرة آن لا يعرف هل هذه السماء تصلح للأكل؟ ومرت أيام وحضر للجزيرة أحد التوجه ورأى هذه الفاكهة اللذيذة التي لن يرى مثلها من خب أعجبته واشترى منها كمية كبيرة هل تعرف اسم هذه الفاكهة يا صديقي؟ إنها البطيخ أو الدلاح وفي يوم من الأيام حضر الطائر وأكل من هذه السماء فاطمع النآن وزوجته وأكل مع زوجته من هذه السماء فوجد أنها فاكهة حلوة طعمها لذيذ لذيذ التاجر أرسل بعض البطيخ إلى قص الملك الملك أعجبته هذه الفاكهة الجديدة وسأل التاجر من أين أحضرت هذه الفاكهة العجيبة اللذيذة؟ التاجر حكد الملك قصة جزيرة السلام الملك فكر وعرف أن ابنه الأمير آن وزوجته يعيشان في هذه الجزيرة الملك ندم على ما حدث الملك أرسل سفينة أحضرت ابنه الأمير آن وزوجته فلما حضر خرقت البلد كلها لاستقبالهما الملك أخذ ابنه بالأحضان وقال له لك حق يا بني الحرب سببت كثيرا من المصائب وكثيرا من القتلى والجرحة الحرب أحرقت الحقور والبيوت والزرع والغيطان وجزيرة السلام قدمت لنا ألف الطعام اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر